اشهد الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس اشهد بجهود السلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الأزراء وما حققته من انجازات كبيرة ومتواصلة في تطوير آليات العمل الحكومي والارتقاء بها الى مستويات متقدمة في تقديم افضل الخدمات وتحقيق تطلعات المملكة في مختلف المجالات ويطيب لنا في هذا المقام ان نثني على الجهود الدؤوبة لفريق العمل الحكومي بقيادة ولي عهدنا الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله وبارك في مسعاه الذي يسجل بصماته المؤثرة في ميادين الخدمة العامة بانتهات أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية ولضمان أجود الخدمات الحكومية مسيرة الإنجاز والتقدم والتحضر التي يقودها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه تحقق فيها الحكومة الموقرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تقدما كبيرا ومشهودا وذلك من خلال الخطط والاستراتيجيات والبرامج النوعية الداعمة لتوجهات المملكة وتطلعاتها في مختلف المجالات قيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدفة العمل في السلطة التنفيذية حققت أعلى درجات الكفاءة والتميز والإتقان من خلال إشرافه ومتابعته المستمرة حفظه الله عن كثب لكافة مجالات العمل الوطني والتي تسعى دائما لتحقيق طموحات المجتمع البحريني في المجالات الاجتماعية والعملية والاقتصادية وغيرها ما يؤكد الحرص الكبير الذي توليه الحكومة الموقرة على تطوير عملها والارتقاء به إلى أعلى المستويات تطور العمل الحكومي بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بات الشغل الشاغل لجميع المسؤولين في الحكومة الموقرة التي أخذت على عاتقها تطوير آليات العمل ورفع الإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة في كافة المجالات وذلك بالتعاون البناء مع السلطة التشريعية التي بدورها توفر الدعم التشريعي لكافة الجهود الوطنية النبيلة وهو ما استحق الإشادة المحلية والإقليمية والدولية المستمرة نظير ما توليه السلطتان التنفيذية والتشريعية من اهتمام مستمر ومتابعة حثيثة لكافة التطورات ومواكبتها بكل كفاءة واقتدار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر